قاعد يصك بلوت وجايب سامي قدامه ومعاه يلعب ضد ماجد ونور يعني حتى واحد يطقطق اليوم في تويتر يقولك سبحان الله حتى الحكومة اختارت الهلال يعني شوف والله احنا يعني عند وجهة نظر يعني انه الرئيس الهيئة مع الرئيس الهيئة بهذا التقارب مع اللاعبين القدامة ومع ردودة مع الناس العاديين وانا شوف لا يعاني التغريدات حتى الناس تسيء لا يعيد تغريدة قريب جدا جدا من الناس وهذا شيء يمكن حما تعودنا عليه من زمان وهذا شيء جديد يشكر عليه مع المستشاة لكن اعتقد انه رمي الكرة على اساس انه مع الهلال او الحكومة مع الهلال يعني فيه نوع من التحريض ايوه ايوه طب كويس انت فتحتي سؤال مهم جدا لما كنت بسألكيها لما قلت على تركيا قال الشيخ انه غير معتد انا ما رح اسأل السؤال هذا عبدالله بن زنان عصد انت برع عبدالله مش من زمان في المجال الاعلامي في فترات رؤساء السابقين للمؤسسة الرياضية الرسمية ابواريج انا وياك تعاملنا مع الامير فيصل بن فهد الله يرحمه وتعاملنا مع الامير سلطان وتعاملنا مع الامير نواف وتعاملنا مع الامير عبدالله بن مساعد وايضا محمد آل الشيخ والان تركيا آل الشيخ بعيدا عن تقييم تجربة تركيا آل الشيخ في رئاسة الهيئة تتوقع هذا الرجل ممكن ننسى يعني اللي سواه واللي مر علينا سواء سلبا او ايجابا في وجهات نظر الرأي العام لكن لا اعتقد ان في مسؤول عن الرياضة السعودية مر بهذه الشخصية وبهذه الطريقة من ادارة الحركة الرياضية طبعا الحقيقة المراحل اللي كان فيها اصحاب السمو الملكي الامراء فيصل ورحمة الله عليه وسلطان ونواف حضهم الله والسلام محمد آل الشيخ يعني اعتقد انه سمونا من عبدالله بن مساعد اعتقد انهم يمكن كونهم من الاسرة يمكن اعطاهم شوي نوع من الخصوصية صعب انهم احتكاك بشكل مباشر تجربة اللي خاضها مع المستشار تجربة جديدة ومختلفة تماما تتناسب مع المرحلة الشبابية اللي تعيشها المملكة العامية السعودية بشكل عام والرياضة بشكل خاص يعني من الصعب جدا ان نقارن لان المعيار مختلف شوية في المراحل المراحل اللي كان فيها صحاب السمو الملكة المراحل مراحل مختلفة تماما عن المرحلة الحالية ولكن انا اعتقد انه تجربة او مبادرات معالي المستشار حركت المياه الراكدة كثيرا كثيرا وخلقت نقلة نوعية في العلاقة ما بين الهيئة وما بين الرئيس الهيئة والوسط الرياضي حتى المشجعين العاديين يمكنهم التواصل معاه يمكنهم نقدة يمكنهم حتى التغريد بتغريدات وغوية تغريد يعني صدر راحب شوية فانا اعتقد المعيار مختلف بين المراحل بين المراحل اللي راحت ومرحلة مع المستشار لكن اعتقد انها مرحلة رائعة جدا احيت الكثير من الامور اللي كانت شبه ميتة حتى لو خلنا نقول ميتة دماغيا فتحركت وعيدة المياه لا واصبحنا في حركة مستمرة كل يوم في شيء جديد كل يوم في منافسة جديدة كل يوم في فكرة جديدة كل يوم في مبادرة جديدة هذا هو اللي يحتاج الوسط الرياضي خاصة انه سبعين في المية من المواطنين السعوديين هم من الشباب وبالتالي تحريك هذا الوسط هو تحريك مهم جدا على المستوى الوطني انت شفت يعني استكمال لحديث سيد محمد البكر وبروح لعبدالله بالزنان في جزئية انه المرحلة تحتاج تعاطي مختلف ما اعتاده السعوديين يلقون وزير مهما كان حتى لو كان وزير لقطاع الشبابي انه يطقطق ويرتوت ويقول رأية يعني عارف يعني عادة الامور هاي تدار في الغرف المغلقة ايش اللي رئيس هيئة رياضة يطلع يعطي رأي في المنتخب ويطقطق على اللاعبين يعني اعطى جو انا اعتقد انه في رسالة دائما يحاول يوصلها انه انا ابن الشارع انا ابن المدرج المدرج كان ان احنا امام وزير قادم من المدرجات صحيح هذا الواقع وهذا اللي انا اقول لك يا انه قرب يعني انا من جد انا اتابع الحساب ابو ناصر واشوف انه احيانا في تغريدات يعني مسيئة او او يعني قاسية شوية على مستشار وعلى وزير وما ذلك وعيد تغريد فيها وينكت عليها وهذا شيء ما تعودناه الحقيقة وهذا يعني على اقل يكسر الحاجز يكسر الحواجز اللي كانت موجودة بين الناس العادين وسط الرياضي العادي وبين اعلى قمة الهرم بس يحبط الرياضة بس يحبط اللي بي حشة يقولك اخ هذا ما يزعل مشكلة ما يزعل بس يعني تقل شنر الحليم يضغط الله يستر الله يستر